السلام عليكم مساء الخير السلام عليكم السلام عليكم على كل حال ندخلنا في الجمعة 13 سبتمبر 2024 طبيعة الحال نقول لكم جمعة مباركة مقبولة للجميع ان شاء الله امين طلبتوا مني على كل حال بعض الناس اللي تبعوني يرون مشكورين باش نعدلكم على امين شيخا ويقولوا يا وانورا هوم يقولوا باللي امين شيخا خلاص بدي الجنسية الرياضية وراح يلتحق بالترابوس ان شاء الله اكتوب القادم تعرفون يا لخوانا ما نحبش مد معلومة ولا ما نتأكد منها اذا في الفيديو هدي ما راح تسمعوا مني هاد الخبر هذا لما لا نتأكد منه لذلك نستنى ونهار نشوف حقيقة باللي اختار المنتخب الوطني الجزائري داك الوقت نجي نهضر ونقول لاختار المنتخب الوطني الجزائري ونتأكدوا لا يستدعي وافسطهم نهضروا ولكن دورك أنا ماشي أنا لحنقول لكم لأنه ماشي طبيعي لأنه مد معلومة ما رانيش بنأكد بها الشي اللي نقدر نأكده لكم هو أن حقيقة في فيسبوك شفت تصويرته مع واقف مع الامباسادور ديال السفير في كوبنهاق في كوبنهاق عاصمة الدنمارك هذا يعني راح يدير الباسبور دياله فيها يعني ان شاء الله مشارت على الخير ربا ما راهو يكتيفي وباشي بعتولو الدوسي دياله في فا يكون عندنا في اكتوبر لكن في هذا الفيديو راح نعطي لكم بركة على اللي عبادة مرة أخرى ما قدر إلا نقول لكم باللي تسمحوا لي بركة الناحية العفسة هادي أنا مرة أخرى أنا أقول لكم بالليهات اللاعب هادي هدرت عليها عندي عامين قدمته كان في عمره 15-16 سنة هدرت عليه ودرت عليه فيديو ونتبهت عليها اليوم وشفى عليها اليوم العنوان اللي خيرته دا كل الوقت هو نقدم لكم الزلاطان الزلاطان إبراهيموفيت الزلاطان إبراهيموفيت الجزائري نشفى عليها هذا هو العنوان اللي خيرته وكان صغيرا واحد ما كان سمع به كان يلعب في في الإيوكان زوقيلة والإيوكاتورس نادي الحالي داعه وافسكوا بطاقة مرة أخرى نحن لكم على اللاعب نعطيكم عدة معلومات معلومة اللولة اللي حبيت نبدأ بها يا أخوة هي معناش بزاف سمعنا عنده اسبوع 8 سبتمبر بالضبط لعب المنتخب الوطني الدنماركي تاع اليوديزنف يعني فيئة تاع 19 سنة لعبوه مباراة ودية ضد المنتخب الوطني تاع نورويتش وتعادلوا واحد مقابل واحد أمين الشيخة هو اللي كان لعب أساسي في المنتخب الوطني تعدى دنمارك وشكون ليسجل هدف؟ شكون هو لاهي بارك أمين الشيخة وليسجل هدف تعدى دنمارك ما عنده شو سبوع يعني ما عنده عنده اسبوع لعب مباراة ودية مع المنتخب الوطني تعدى دنمارك الفئة أقل 19 سنة هذا الموسم لازم تعرفوا بهذا اللاعب هذا من صغره اللي كان صغير لا تنسوشها زايد في لاهي بارك في مارس 2006 يعني غير كما دخلت 18 سنة وقل ما زل ما دخلهم في عمره لاهي بارك هذه اللاعب هذا يعتبر في الدنمارك عشان يقولها يقولها الصحفة في الدنمارك يقولها يقولها يعتبر حاليا أمين الشيخة في الدنمارك واحد من أكبر مواهب بتاع الكورت القدم الدنماركي الله يبارك واحد من في المواهب أحسن رأس حربة ولا مهاجم في الفئة تاعه في الدنمارك يعني هذا اللاعب هذا مشوار على تقريبا سنتين سانة سنتين يكون في المتخب الوطني يكون يقعد مع الدنمارك احتمال كبير و المستوى لا يبين فيه يقدر يشارك كاسئلة أهلة الدنمارك نحن نتمنى حقا قوة نحن نتمنى نحن نتمنى نتمنى مع المنتخب الدنمارك في العالم حتى كان يكون يقولوا عنده 20 تان في الكوب دي مون دي الماريكان هذا يعتبر أكبر مواهب في الدنمارك وهذه اللعبة ده رأى مطلوب بارتوين أوروب وخاصة من غولندا وخاصة من آيكس آمستردام لأن آيكس آمستردام عندها إنفليال وعندها عندها دي كلوب ساتليت مع السكوندينافي وخاصة مع الدنمارك ونعطيكم بعض الأمثلة باش تتبتوا شانيقول إيريكسن الانترناسيونال دانوا اللي صرت له بروبلم مع قلبه اجاز على آيكس آمستردام زلطان إبراهيموفيش سكياسيويدو اجاز على آيكس آمستردام وهذا آيكس حطينوه في العين حبو جيبوه واجدال الماناجر جينيرالك حم اللي واسمه سميث نيلسن عاية البابة عاية اللاعب ومواليه وعرض عليهم يعني كما قلوه احنا عقد أحسن وأحسن بكثير إذا قبله باش يجدد اللاعب كانت هذه العام اللي فات في 2023 هذا الديركتور جينيرال الريسپونسابلو ديلا فورماشون ديو ديفلوبمون يعني تعقل الكاتيغوري في اللي كيبوه العافية في سيد كوبناك قالوا له هو كان مطلوب كما أخذتكم من هولندا ولكن من انجلوتر كذلك برايطان الليستر سيتي براندفورت مطلوب يعني براندفورت تانيت عنده علاقة تانيت مع الكلاب دانواء برنبي لنك تانيت الليستر قرب بزاف كذلك كما عاياكس على الكلاب دانواء كما برنبي كان عدة لعبين لعبوه مع ساعد بوتفليقة ساعد بالرحمة ومازال بعد لعبين دانماركيين يلعبوه في لإستر سيتي ومازالكيين دانماركيين ومازالكيين ومازالكيين اشتركوا الخطر حدثوا بشي خطروا يدعوا هذه الموهبة ويجداروا الموسم اللي فات جدوا لعقد ديالو بثلت سنين يعني زدوا تروازون في الكلاب ديالو كان رحي خلاص في في 23 يزون prolonger الكلاب حتى للمل 26 بش ما يبلانديوه بش ما يهرب لهم هذا مشروع اللعب اللي كما قلتكم سنة سنتين اللعب في المنتخب الوطني تعل دانمارك ألف إذا 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 جاء إن شاء الله هذا المنتخب الوطني يعني حاجة وش نقول لكم طب جيد طب ومبعد 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 يقول عليه الماناجر الجنرال تعلي سميث نيلسون يقول يقول هاد العبادة اجعله جبناء لأن موهيبة كبيرة ويتميز يتميز باللياقة البدنية الدكاء والثقافة التاكتكية وتكنيكمو فيزيكمو فيزيكمو التاكتكمو التكنيكمو ها ثلاثة هادو اللي حوصوا لهم اللي ريكريتور في اللعبين كيكونوا صغار وبينما نقول لكم الموسم هادو وشاو دايير مع النادي تاعو خلينا نقول لكم باللي في كان صغير يعني في كان صغير كي كان في عمره ثماني سنين بتكون في واحد اللي كيب اللي واسمها ساند باي بولد كولوب هذه ساند باي البولد كولوب باباه ده هو صغير ثماني سنين في عمره باش تكون المدرسة التكوينية تاع هادو النادي هادو كي كان عندو ما بين 11 سنة ما بين 11 سنة و 12 سنة كتشفوه الريكريتور السيبر فيزور تاع أبسي كوبنهاك راحو جابوه هو صغير في عمره 11 سنة جابوه الافسي كوبنهاك باش يلعب مع الفئة اقل تاع 12 سنة يعني اللاعب هادو الخوام اللي كان صغير دائم من سور كلاسي مايلعبش جام مايلعب في الكاتيغوري الداج ديالو لانا كان هارب عليهم اللي قدو لانا يلعب يلعب دو كاتيغوري أوتسو يعني ولكن عندو في عمره 11 سنة مايلعج مع لإيداز إيدوز لانا مع لإيداز ليوكاتو يريح اليوم من هذا واني جايين كي كان يلعب في الفئة اقل 17 سنة يعني الموسم الماضي مع اللي كي أبسي كوبنهاك سجلت 12 من هدف 12 بوت وطوي جا أحسن هدف رقم 2 لدزيام ميار بوت تالي إيديسات للشامفينة دالمارك هذا الموسم يطلع مع الغروب البروفيسيوني البطولة للسوبرليغة في الدالمارك عندها سبعة جولات من البدات في السبعة جولات هدو رهو هو في عمره 18 سنة مزل مغلق 18 سنة روي لعب معه اللي كي برمير سينيور لعبه سبعة جولات في هدو السبعة المباريات اللي لعبه لإنه شامفينة بتاع دالمارك عنده ست جورني باليبدأ لعب مرة كأساسي في لعب أساسي في لعب أساسي والتوظيف تاعه فوق الملعب كان في سيستام ديوكات ديو تخوى أين والمدرب بحطه وحده في لكات ديو تخوى هو وحده لقدام هو يحب يلعب هكذا يقول جنر سليماني يوم وخليه ولكن هذا ما يعنيش يوم بعد نحكي لكم على البروفيل تاعه هادي هادي صلى 5 جوني لعب بتتولار عندكم الجوني أول جوني كان احتياطي جوني الثانية كان احتياطي جوني الثالثة ملعبش الرابعة احتياطي الخمسة أساسي السادسة احتياطي السبعة احتياطي هدا وش ما عنده هادي حاليا حاليا رامي مجدو فيه ما رامي حق ما جابوش بش يكون أساسي لأنه كان لعبين ادارين به قاع لعبين دوليين وكبار في العمر على سبيل المثال كان لعب دولي تونسي يلاعب الهجوم عشوري وكان لعب دولي نوربيجي أصول مروقيا لعب دولي نوربيجي أصول مروق لينوسي هذا محمد لينوسي أساسي عشوري تونسي هذا اللعب دولي أساسي عندكم فيكتور فروهولد وجوردان لارسون هادو ما قاع يلاعبو سيلاعبين دوليين تاب دال مارك تاب نوربيج تاب دال إزلاند كبار في العمر عليه المشروع ديال نادي تاعو هو أن يلاعب هذا الموسم يلاعب ما يلاعبش يلاعب رون بلاسون يلاعب رون بلاسون أم يوجدوه بش يكون أساسي الموسم القادم الموسم الجاي هذا هو يعني المشروع ولكن يلاعب ليمارك أو يلاعب دونك هاد اللعب هدايا الخوائد إذا جاي يلاعب المتخب الوطني صراحة استرادوا من نوبل بزاف لعب مستوى علي لقولكم لعب هدايا تاع تومبيس ليك أنا شدت وشدت لسيكونس ولكن هي من الأحسن توفم تكملي بيانسور أولا يتميز بقوة بدنية الله يبارك طويل عندو un bon gabarit يمجري أمات 80 c'est ce qu'il faut في un attaq en 2 points في الدي في دول aérien le physique tout ça لكن هاد اللعب هدا إذا حطيتو في 4-2-3-1 حطو 1-2-1 point ما يحبش مش اللعب اللي يقعد وسنا الكورة بجي نون يحب يحبط يعني يدزان كما يقولو ويحب يلعب ان فو avant-centre ان 10 بجي يحبط يلعب لغميز مع أصحابو ويلعب ويلعب وكما في المنبال دو أوبت ولكن قوي جدا في الكورة العالية يعني في السماف في المنبال لغميز ولكن يدزان لغميز ما يحبط لغميز ويحبط ويحبط يحبط ويحبط يعني يعني كنت ويحبط 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 وانا اقول له الله يبارك 13 سنة في عمره معنتهم ما زالوا يعني يعني كي يزيد يلعب عامين تجري بال في عمره 20 سنة لانك المتخب الوطني هدو هما اللاعبين هدو هما اللاعبين اللازم نره نوع لهم هدو البروفيل لان فريق الوطني هدو هدو في الكورة القادمة الحديثة هدو 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 17 أو 18 بيأسير لازم يكون لديهم المستوات على الفريق الوطني بلادهم كما موسوالا كما يامال والقائمة طويلة هدو 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 17 أو 18 مستوى علي لعبوه خليناهم لها طيفة والماضي والنستالجي 34 سنة في عمره معلش مدلنا قدمنا لا نحن نقول له يعطيك صحة بارك الله وفيك بلاس وجون عدو سنة الحياة هدو هي سيكم سا فاعدة المنتخب الوطني تلعب سي جنر دو جوع ديزويتان ديجا عندو المستوى العالي إذا كانوا عندنا 3-4-5 كما هدو عدنا مستقبل لانا بروجيت كسر العالم 2-6 كما هدو ما يخافوش يعني دو كا المستوى تعال منتخب الوطني لازم نرفضوها نرفعوها وهذا مستاكن احنا قلوا مبارك الله فيكم اللي كانوا يعاونوا فينا ولكن مستوى تحوم ما يقدرش يزيد على طمو حتى نحن قلوا معطيكم صحة بركة معطيكم صحة خليوا لعبين لي فريمون للطب هذا وش لازمنا هذا هو المشروع اذا اذا حقيقة هذا اللعب هذا حقيقة راح يلتحق بمتخب الوطن ويلحق في طاربوس مي حاجة روعة بل بزاف نحن نذكركم كما نحضر على المشروع كبديموند ولي جون هدوما متنسا وشتانيت كما بزاف عيدت لعبين صغار في العمر ان اللمان عندكم إبراهيم مازا تتولار indiscutable لديزامي كيف في برلان لربع بونسلقة 2 ان براهيم مازا بلان نظر بلا بلان أعطي قبل أن يقوم بسيارة أعطي المنزى كبيرلين والبراهيم مازاي يقوم بسيارة الأفعال 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 أيضا هناك إجراء المنزمين وضع المنزمين المنزمين برئاسة المنزمين عندكم وفر estudاءة التنوين فيها 17 شخص ومعاً فيها أفعال الهيبرق إليس بلقارا إليس بلقارا الذي يتحرك مع عن المدرسات المنميجة على المقبل الموترة ذه المناطق المتركة وضع فتحالة تحارك المنظر الذي يمكنه أن يكون على قبل المنظر ترى أن هذه المنظر ترى أنه يجب يكفي أن يجب أن يكون كنا وضع تكون ترى من منفج إلى مثل باشير بلومي مثل بو عناني ويجب ويجب أن يكون بعد ذلك الفقانيين كم يعمل الفق 28-29 ويجب أن يكون أرساس مهما دا أشترككم على أمين شيخا كو عرفت كلهم زايد في 2006 ألجريان دواء ألجريان نحن لديدانواز بيانسور 18 ans يلعب في المنتخب الداني ماركي تعليق إيجيزنف ويلعب في المنتخب الأول تعليق أفسي كوبنهاك وعلى أخوة إن شاء الله نورتكم بالمعلومة مرحبا بكم بليكم موتير ومرة أقول لكم جمعة مباركة ومقبولة للجميع على خير